متابعين الكرام في كل مكان أهلا بكم جولة إخبارية حول العالم وكل جديد في الأسواق الدولية تأتيكم في نفس المواعد من بانكير البداية من صندوق النقد الدولي واللي رفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1% مشيرا إلى صمود الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم وفي البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول أفاق الاقتصاد العالمي أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع نموه بنسبة 3.1% هذا العام مقارنة بزيادة 2.9% كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في أكتوبر مع أعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك كذلك أعلن صندوق النقد الدولي أنه خفت توقعته للتدخم لعام 2024 في الدول الأكتر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع أسعار الفايدة ولكنه رفع توقعته للإقصادات الأخرى وإلى أسواق الدهب قبل صدور قرار الفدرالي الأمريكي بالشأن أسعار الفايدة غدا حققت أسعار المعدن الأصفر ارتفاع خلال تعاملات الثلاث مدعومة بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة مع تركب المستثمرين لاجتماع السياسة لمجلس اللحتيات الفدرالي الأمريكي للحصول على مؤشرات مستقبلية بشأن توقيت خفض أسعار الفايدة وقال هانتان كبير محللي الأسواق في مجموعة أكسانتي أن الدهب يستفيد من نزول الدولار وعوائد سندات الخزانة حتى مع استمرار مواجهة الأسواق لاحتمالات خفض السعر الفايدة الفدرالية في مارس الخبر التالي في جولتنا العالمية من بريطانيا واللي فرضت غرامة قدرها 57.4 مليون جنيه سترليني على بنك HSBC بسبب قصور خطير في حماية بعض الموضعين على مدى عدة سنوات فأول عقوبة من نوعها بموجب القوانين البريطانية المعنية بحماية العملاء في حال تعصر البنوك وقالت هيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا الثلاث أن بنك HSBC أخفق في أن يحدد بدقة الودائع المؤهلة للحصول على خطة تعويض الخدمات المالية البريطانية واللي بتحمي أموال العملاء النقدية حتى 85 ألف جنيه سترليني يزلنا معاكم في الجولة العالمية وإعلان أكبر صندوق ثروة سيادة في العالم وهو صندوق الثروة السيادية النرويجي العملاق اليوم الثلاث تحقيق أرباح قاسية بلغت 2.22 تريليون كورونا يعني حوالي 213 مليار دولار في عام 2023 وقال ما يسمى بصندوق التقاعد الحكومي العالمي وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم أن النتيجة تمثل أعلى عائد لي بالكورونا على الإطلاق حيث وصل عائد الصندوق على الاستثمار في العام الماضي إلى 16.1 وكان ده أقل بمقدار 18 نقطة أساس من العائد على المؤشر القياسي للصندوق المحطة الأخيرة من جولتنا العالمية من البحر الأحمر والتي تسببت اضطرابات الملاحة فيه إلى ارتفاع أسعار الشحن الجوي العالمية للمرة الأولى من 7 أسابيع قبيل العام القمر الجديد في أسيا فدفعت الهجمات على سفن شحن في البحر الأحمر الشركات إلى اللجوء لتأمين شحن جوي أعلى كلفة وقالت وكالة بيانات الأسعار تي إي سي أندكس أن مؤشر البلطيك للشحن الجوي اللي بيظهر معدلات المعاملات الأسبوعية للشحن العام عبر عدد من الطرق ارتفع إلى 6.4% في الأسبوع الحالي حتى أمس الاثنين ليعكس الانخفاضات من الظروة الموسمية في منتصف ديسمبر دي كانت نهاية الجولة العالمية للأخبار شكرا لحسن المتابعة